لكن الاتحاد الافريقي النهاردة كده فيه اخبار طرعت وفيها كواليس وتفاصيل غريبة شوية كلنا عارفين ان كان فيه معد محدد مسبقا من قبل انطلاق كأس العالم ان كتتعمل قرأة مسابقتين دور الابطال وكأس الكنفيدرالية في القاهرة والكلام كان على يوم 26 نوفمبر الفترة اللي فاتت يعني اقصد قبل انطلاق كأس العالم تمام؟ إيس فجأة النهاردة حصلت اتصالات ما بين مسؤولين في الكاف مع عدد من الادارات المسؤولة عن التسويق الحفل القرأة وإقامة حفل القرأة الفترة الجاية والكلام تغير بعدما كان امكانية إقامة القرأة بعد كأس العالم نتيجة التأجيل اللي تم الفترة اللي فاتت اتقال لك لأ أجلوا القرأة وهتتعمل اليوم 12 ديسمبر 12 ديسمبر ده هتبقى في ظل المباريات النهائية والختمية من كأس العالم فيفا قطر 2022 وبالتالي من وقتها هيكون فاضي عشان يركز مع قرأة مسابقتين افريقيا في ظل ان الكل يكون مشغول في كأس العالم وانت بتتكلم قبل ست ايام يعني داخلنا مرحلة السيمي فاينال والمباراة النهائية بالإضافة لده حسب معلوماتي ان فيه تلات مسؤولين من الاتحاد الافريقي حاليا موجودين في قطر لهم دور مهم جدا في التنصيق العام لمباريات كأس العالم هو جال لعرف دايما ان الاتحاد الافريقي بيكون ممثل منه في بطولات الفيفا ما يقرب من حوالي من 20 ل 25 مسؤول لكن المرة دي تلات مسؤولين فقط تم اختيارهم من الكاف عشان يكونوا شغالين في الاتحاد الدولي او مع مسؤول الاتحاد الدولي في كأس العالم من ضمنهم سامسون أدامو وده مسؤول او مدير ادارة المسابقات وخالد نصار مدير المسابقات في الكاف وبالتالي اللي هيشرف على مرسم القرعة سامسون أدامو وخالد نصار هل هيجوا من قطر يحضروا القرعة يوم 12 ويرجع تانو قطر؟ الله أعلم هل المعاد المبدأي اللي يتقالي النهاردة ده تخد كنفير من ادارة المسابقات وقدهم وفقة رسمية على المعادة؟ برضو الكلام ده لسه غير مؤكد ولكن المعلومة اللي احنا مهم جدا ناكدها لحضراتكم بعد تأجيل القرعة النهاردة فيه كلام طلع ان القرعة تكون يوم 12 ديسمبر وفيه خطاب على فكرة بالمناسبة فيه خطاب اتبعت بالمعنى ده من ادارة التسويق عشان القرعة تتعامل في نفس المكان اللي كانت هتتعامل فيه المرة اللي فاتت يعني كان فيه اتجاه انه ممكن تخرج بره القاهرة لو بعد كس العالم لكن الكلام النهاردة الجديد ولسه ما بقاش رسمي يعني لسه الكلام النهاردة اللي صدر ان اعتبع يوم 12-12 في القاهرة في نفس المكان اللي كانت تتعامل في القرعة المرة اللي فاتت ولكن خلاله 48 ساعة اللي جاية هيكون فيه تأكيد رسمي لنوقتها بعد ما يتم الموافقة على هذا المعاد وبعد الاتفاق على كل التفاصيل هيتم ارسال دعوة لكل مندوبي الاندية عشان ممكن تكون حضرة مراسم القرعة يوم 12-12 من هنا لغاية لما يتم التأكيد بشكل رسمي ان شاء الله بإذن الله نكون معاكم ونقول لكم كل الأخبار والكواليس والمعلومات المؤكدة والرسمية بخصوص حفل قرعة مسابقتين دورة أبطال إفريقيا وكأس الكون فيدرالية ولكن كل دي كواليس بتضار خارج المشهد وخارج الصورة الرسمية وده اللي تم النهاردة صباح اليوم إلى أن يتم التأكيد من الموعد النهائي خلال الساعات اللي جاية كلنا عارفين الأهلي طبعا تصنيف أول في هذه المسابقة مع الترجي والوداد والرجاء وفي التصنيف الثاني الزمالك وسانداونز وحرية كونكري ثم بعد تصنيف الثالث والرابع في أندية سودانية أندية جزائرية بطولة قوية جدا فيها ما يقرب من حوالي 19 أندية عربية ودايما دور الأبطال بتبقى منفسها هي القوية كمان بيرامدز موجود في التصنيف الأول في الكونفيدرالية وفيوتشر في المشاركة الأولى تأهل لدور المجموعات في إنجاز طيب جدا لأحدث فريق مصر بيشارك في المسابقات الإفريقية